من نسبة لنيدي النصر السعودي كان عنده فعالية طرفهية مفروض شارك فيها اللاعبين وأكيد طبعا لو حنتكلم عن اللاعبين وطبع ترحيل شارك فيها كريستيانو رونالدو كان بحضور أطفال كتير جدا خلال المعسكر اللي كان للنيدي في اليابان تحديدا استعدادهم أكيد للموسم اللي جاي مفروض في الصورة بيزهر كريستيانو وبيزهر عندنا عبدالله مادو وآلكس تالس الصفقة الأخيرة للنصر السعودي مع الأطفال بمناسبة يعني الاحتفال بس لو تيجي بقى تتكلم على الصحيد التاني وإيه نتائج نادي النصر هو خسر بالمناسبة يوم الخميس اللي فات مباراته الودية اللي كانت أمام يعني بنفيكا البرتغالي ومفروض أن هو عنده مواجهة تانية مع باريس سان جرمان هتكون النهاردة يعني فيه مباراة أيضا ودية بيه اليامان وده برضو عايق لم تستفهام لأن البعض قالك مع كل الصفقات اللي أنا بتكلم عليها وصفقة كريستيانو الوحدها أنا عايزة أشوف طفرة فيه الأداء عايزة أشوف أرقام مختلفة تحزينها مع النصر السعودي لكن ده غير محقق يعني ده غير محقق اتحقق ده مع ميسي أول ما راح لإنترين مع يامي شفنا النتائج من أول مباراة شفنا أداء رائع من أول مباراة لكن لا مش عارفة ليه كريستيانو غير موفق حتى هذه اللحظة مع النصر بصراحة يعني احنا قلنا حننتظر ونشوف وصفقة ربحة ولا لا بالنسبة لكريستيانو احنا قلنا من الجانب السعودي خلاص الموضوع محسوم لكن هل الصفقة دي نكحة بالنسبة لكريستيانو ورونالدو ولا لا غير أن هي صفقة مادية وغير وهل هي يعني مكسب ليه لانتهاء يعني لعبه وانتهاء هذه المسيرة الكروية الطويلة مع كل هذه الانتصارات والتاريخ الحافل بيعني حاجات رائعة جدا مفروض هو يعتز بيها هل هي دي النقطة أو نقطة النهاية اللي أنا بروح بعتزل بيها بهذا الأداء برضو هذه الصورة أنا من الناس اللي شوية بصراحة زعلانة لو حدا يسألني يعني عن إحساسي لا أنا من الناس اللي زعلانة لأن أنا كنت أتوقع وجود كريستيانو مع النايد النصر السعودي هيعمل نقلة اللي حد كبير لكن ده غير محقق لا على المستوى الشخصي على فكرة ولا على المستوى الجماعي يعني النصر أرقامه غير جيدة حتى هذه اللحظة